تتقول ظاهرة البطالة في العراق نتيجة اتساع أنواعها وتداخلها منذ الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 ولغاية الآن لا سيما بعد الأزمة الاقتصادية وتفاقم الديون الخارجية والظروف السياسية والأمنية فضلا عن الفساد المالي والإداري الإحصاءات أشارت إلى أن العراق يأتي في مقدمة دول الشرق الأوسط بنسبة بطالة تقدر بتسعة وخمسين بالمئة من حجم القوى العاملة لتشمل فئة الخريجين وحامل شهادات العليا خريجوا الجامعات والمعاهد في قضاء العزيزية بمحافظة واسط اشتكوا من عدم توفير فرص العمل لهم بالرغم من مرور سنوات على تخرجهم أنا واحد من ملايين خريجين العراق خريج ما حتقني صويرة قسم محاسبة سنة 2012-2013 مليت ما خليت باب ما طرقته مليت من التقديمات حتى آخر شيء إذا بيت حتى على الجيش على شرطة الاتحاد يوم ما طلحت مليت كافة الوزارات مليت سكان العزيزية أكدوا أن عمليات التعيين أصبحت حكرا على فئات معينة وفقا للمحسوبية بينما أشار البعض الآخر إلى أن مبالغ كبيرة تطلب كريشة مقابل الحصول على درجة وظيفية معينة قدمت العدة الدوائر لا يوجد تعيين يردون مني مبالغ هواي قدمنا على المال المتفرغين للزراعيين لا مجلس محافظة وقفيانة ولا محافظ ولا وزير الزراعة وصار لهم أربع سنوات يضحكون علينا اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة عمل على إطلاق المترشحين ليعود التعيين في دوائر الدولة مقابل الحصول على أصوات المواطنين رئيس المجلس المحلي القضاء العزيزية أشار إلى أن أسباب كثرة أعداد العاطلين عن العمل يرجع إلى توقف مشاريع القطاع الخاص وإيقاف التعيينات في دوائر الدولة بسبب الأزمة الاقتصادية الخرجين أغلب الخرجين يتخرج المفروض لو الدولة هي توفر لفرص العمل أما القطاع الخاص الدولة موقفة تعيينات لأكثر من السنة وكذلك القطاع الخاص يعني متوقف تقيبا وأصاب اشتلال الدام وهكذا لا يبدو أن حل مشكلة البطالة سيكون قريبا في ظل غياب خطط حكومية جادة أو خطوات لمحاربة الفساد المالي والإداري الذي ينخرج سد مؤسسات الدولة رغم أن البرامج السياسية المعلنة لجميع الأحزاب تجعل حل هذه المشكلة في مقدمة أولوياتها